نروح له أرقام من هذه المواجهة مواجهة فرنسا والمغرب بكأس العالم هو جولوريس أصبح أكبر حارس أو أكثر حارس يشارك في مباريات كأس العالم متساوياً طبعاً مع الألماني الكبير مالون ناير ب19 مباراة ويقصر الرقم في المباراة القادمة أمام المنتخب الأرجنتيني في نهاية كأس العالم هدف سيو هرناندز الأول أمام المغرب بعد 4 دقائق و40 ثانية هو أسرع هدف في نصف نهاية كأس العالم منذ هدف فاكة مع البرازيل في فرنسا عام 1958 بعد دقتين فقط فرنسا لم تخسر أي مباراة عبر تاريخ كأس العالم بعد التقدم في أشوت الأول فازت في 25 لقاء وتعدلت في مباراة وحيدة في آخر 6 أهداف سجلهم المنتخب الفرنسي في نصف نهاية كأس العالم أحرازهم مدفعين كولومواني لاعب المنتخب الفرنسي سجل سالس أسرع هدف للاعب بديل في تاريخ كأس العالم بعد دخوله ب44 ثانية بعد موراليس في 2002 اللي سجل بعد 16 ثانية وسند في 1998 بعد 26 ثانية دي أرقام من هذه المواجهة